يسعد صباحكم بآخر الفقرات الحوارية من الطرح سؤال هل نشجع أبنائنا على قبول التحرش سؤال ممكن يكون صادم ولكن عم نتحدث عن سبب التنشئة وكيفية التنشئة فيما يتعلق بالثقافة الجنسية عند أبنائنا معنا الدكتور يزان عبدالله الحديث حول الموضوع صباح الخير صباح الخير دانا أهلا وسهلا فيك سؤال جريء أول ما نسمعه من نحكي نعم مش مقبول الفكرة أنه نحن نشأ أبنائنا على قبول التحرش ولكن كيف يحدث هذا؟ هو صراحة نعم صراحة جوابه نعم من مشاهدات لمجموعة حالات كبيرة وكثيرة والآن صراحة للأسف الشديد أمور التحرش بازدياد والاعتداء الجنسي بازدياد التحرش هو اللمس وكذا الاعتداء هو يعني بد يكون جنس إلى حد ما كامل هذا الفرق بينهما التحرش يربى في البيت سبب الرئيسي لأن الطفل أو الطفل يتقبلوا التحرش هو بيتي نعم بالأساس مثلا سأعطي أمثلة سريعة جدا إلى أثر موضوع الذكر عندنا في الأردن ما زال بعض العائلات أو مجموعة من المناطق بنبسطوا أنه ذكر بوقفوا على الطاولة بشلحوا ويصيروا يعبثوا بأعضاءه الخاصة موجود هذا عند الطفل بتكون فكرة أنه أنا أعضائي مستباحة من الجميع فأي حدا بيقدر مد إيده أو هاي نعم موضوع دانا موضوع النظافة موضوع تنظيف الطفل نحن عندنا بالغالب بعمر 24 شهر هي العمر مناسب للتنظيف فبتلاقي الولد بيروح على الحمام الأم مشغولة بتودي الأخت الكبيرة بتودي الشغالة بتودي الأخ بتودي الأب فهاي عموم التنظيف الطفل بيصير بفهم بأنه أنا جسمي عام أي حدا بيقدر يشوفه ويستبيحه موضوع الحمام أو الاستحمام جوا البيت بنلاقي أنه الطفل حتى الأم بتحممه لوقت متأخر ممكن لوقت خمس سنين وست سنين وبعد وهذا طبعا ممنوع نحن نوقف استحمام مباشر بعمر الثلاث سنوات بيصير إشراف وهذا الأهل ما حتقبلوا بس هذا فعليا للبنت وللذكر للذكر ثلاث سنوات بتظلها الأم برا والطفل أو الطفل جوه مثلا البانيو وفي الأم حتى الطفل المخبي جسمه الأم بس بدي تشوف الصابون عراسه وشور جسمه كويس تغطي جسمه حتى يفهم أنه جسمي خاص إلي مش جسمي مستوى حتى الجميع معناته خلينا نبدأ إحنا لما نحكي أنه للأسف في البيوت عم نشجع أبنائنا يتقبلوا فكرة التحرش وطرق التحرش في خلال معناته عند الأهل ما في الوعي الكافي كيف يتعاملوا مع هذا الجانب تحديدا نعرف نطعمهم نشربهم نلعبهم ولكن فيما يتعلق بهذا الجانب ما في التوعية الكافية عشان هيك بدي أعرف من خلالك على أي عمر نبدأ نشرح لأبنائنا الاختلاف بين التكوين التناسل بالأعضاء الأمتوية والذكرية لأنه بيصير الطفل يتساءل أنه ليش وكيف من إيمتى نبدأ نشرح له من أي عمر هلأ الطفل بالعادة لما يبدأ طفولي تاني اللي هي ست سنوات لا تقريباً نهاد سنة التاسعة من عمره نعم بيبدأ وإذا بترجع بذاكرتك أو حتى كل مشاهدين ست سنوات سبع سنوات بيبدأ يكون فكرة الذكر وأنثى أوكي وبتبدأ عنده رغبة بأنه يكتشف إيش هون وهي تكتشف إيش هون من ست سنوات من ست سنوات طبماً مثلاً أنا بابني أو بنتي إذا ما بدي أدخل أحممهم رح يسألوني ليش أيها هلأ إحنا من ثلاث سنوات نكون معهم الأم فقط عند اللزوم الأخت الكبيرة يعني شخص أو شخصين شخص مديلة شخص أساسي وبدي أفهمهم أنه جسمك خاص فيك وهون العبارات اللي إحنا بدنا إياها عشان الرب يأبقى عليك ما تحرش هلأ إذا ما نحكي جسمك خاص فيك ماما طبماً أنت ماما آه أنا ماما بس هاي الأعضاء أيوة غطي أيوة عيب أيوة جميل أيوة لطيف هاي خاص فيك عشان يبدأ يتكون عندي الطفل مفهوم أنه هاي أعضاء خاصة فيه لفظياً وعملياً بشكل عملي عندي الطفل نعم زي ما حكيت أنت في موضوع النظافة أو لما نيجي ننظف الطفل هل الأب برضو مسموح يكون متواجد ضمن العملية ولا إحنا عم نحكي فقط للأم والله أنا بفضل الأم بفضل الأنثى بفضل الأم وممكن يكون بديل إلها شغالة إذا في البيت وأحياناً أو نادراً أو الأفضل كبيرة والأفضل لا أبداً والأم هي اللي تشرف على هذا الموضوع بشكل كبير نعم برتبط بالموضوع داناً لهو المدارس إحنا نشوف مرات في رياض الأطفال وأنا مبارح كان في نقاش على الموضوع مع مجموعة من الناس نعم أنه بعض الأمهات بطلبوا من رياض الأطفال أنه بري سكول ثلاث سنوات أو كي ون أربع سنوات أو تمهيدي خمس سنوات أنه خلوا عند أطفالنا ناس حطوا آذنات عشان قدام كل باب حمام عشان لما ابني أو ابنتي تدخل نعم الآذن تساعدها بأنها تنظف نفسها أو الدبر أو القبل وهذا خطأ فادح الأصل للطفل لما يدخل المدرسة بالذات لما يكون عمره أربعة وفوق يكون معالمين يكون قادر أنه يعمل عمليات التنظيف بالحمام هو لوحده ولكن والله بالمدرسة إجت آذنة راحت آذنة إجت آذنة غيرها بالبيت أمي خطير جدا مفهوم أنه جسم المستباح للجميع إذن هذا من عمره الأربع سنوات أنه نحدد الأشخاص اللي بتواصلوا معه برى البيت طيب في داخل المنزل برضو إيش بتكون طبيعة المبادئ الخاطئة اللي إحنا لا شعريا قاعدين عم نمررها لأبنائنا وكأنه قبول مسبق بأنه ممكن أنت تقبل فكرة التحرش شوفي في موضوع منتشر في الأول الأخيرة في السنوات الأخيرة اللي هو أنه والله عادي طفلي موجود عندي بالغرفة كزوجين ويكون بينهم علاقة خاصة علاقة جنس بين الزوجين والطفل اللي حتى عمره عفوا يعني من سنة ودون عادي الجواب لا مش عادي أبدا الأصل للطفل إلهم غرفته الخاصة أو مكانه خارج غرفة النوم إذا فيش والله بيتنا كله غرفة بدنا عملية خاصة عاق خاصة بين الزوجين لا يكون يطل عليها أي طفل وأنا شاهد حالات بالعشرات شو بتأثيره بيقول عادي مهو عمره سنتين الأهل بيستهينوا بالوعي عند الأطفال فشو بيكون تأثيره شوفي إحنا لما نحكي من عمر صفر لعمر سنتين من حياة الإنسان أغلب شخصيته وردات أفعاله بالذات الجهة الانفعالية منه مشاعره بتتكون أنا بدي أحكي شوي بما أن السؤال واضح أنا بحكي عن علم وتربية مثلا لما يكون في علاقة خاصة بين الزوجين في صوت عم بيطلع في ألم عم بيسير وبالتالي الطفل هو بخاف بشعر بخوف من هذه العملية بشعر بخوف بأنه شو اللي عم بيسير ما بفهم هذه الأبعاد أبدا فالنفسية مضرة الأمر الثاني هو بتعود على مشاهدة مثليك مشاهدات وبالتالي بيسير يبحث عنها وخاصة الآن العالم مفتوح وبالتالي بيقدر دخل على الإنترنت ويشوف البدويا وإحنا في عنا ممارسات جنسية في الأردن وفي الوطن العربي مبكرة مبكرة يعني إحنا نحكي أنا مثلا من ضمن الحالات شفتها عمرهم ما تجاوز 7-8 سنوات وإحنا عندي الذكور في حالة انتصاب مبكر يعني بعمر السنتين بيبدأ الانتصاب عند الذكر في عمر 7-8 سنوات بيمارسوا جنس السبب الرئيسي له أنهم تربوا على هيك مشاهدات من الأم والأب وهم أطفال الصغار بعدين لما كبروا صاروا يروحوا على النت شافوا مواقع مختلفة وهم أطفال أنا عم بتكلم هلأ خلينا كمان نفرق يمكن أنه حلو نعود أبنائنا مثلا أنه الأب والأم في بينهم انسجام وفي بينهم محبة ولكن موضوع زي ما أنت حكيت العلاقة الحميمية أو العلاقة الخاصة ما تتعدى لهذا الحدود وأنت عم تحكي حتى من عمر تحت السنتين الطفل ممكن يتأثر من عمر يوم من عمر صفر من عمر صفر طيب إذا بنحكي مثلا على المشاهدات بنكون فاتحين شاشة التلفزيون وبيكون في عندنا بعض المشاهد كيف برضو بدنا والأبناء والأطفال الأتكياء كيف بدنا نسحبهم من أمام هذه الشاشات نحاول نشوشهم ولكن بنفس الوقت ما نحسسهم أنه هذا ضد الطبيعة لأنه بالآخر هو هاي الطبيعة الموجودة للطبيعة البشرية وحتى على الإنترنت إحنا عم نحكي أنا مش مع مشاهدة حتى للزوجين لأنه بيجينا صراحة دانا مشاكل بين الأزواج بسبب مشاهدات وهذا شيء معروف منذ القدم لكن المشكلة لما الطفل يلقض زي هيك أشياء بيكون خطير جدا عليه بيسير يدور ويبحث على الإنترنت لوحده ولا سمح الله إذا كنا من هذا النوع مثلا مشاهدات فبنفضل أنه يكون بعيد عن الأطفال بشكل كامل حتى ما عم بحكي عن المشاهدات اللي بنحكي مواد إباحية لا لا أنا حتى بحكي عن المواد السوفت حتى خدت موضوع أنا ضد وجودها لي أثره سلبي حتى على الأزواج بين الأزواج أنا شبت كثير مشاكل زوجية بسبب أنه والله زوجي بيشاهد نسلسلات وبصير يطلب مني قلبة زي فلانة أو بطلب مني بفهم أنه شاهد ممثلة فلانية هون بدنا شوي ننتبهي للموضوع موضوع المشاهدات التلفزيونية إنها تدخل بيتنا بشكل أو بآخر طيب إذا بنا نحكي على عمر الست سنوات أنا قررت أنه يكون فيه جلسة توعية أو هي المفروض جلسات أكيد تكون الموضوع تدريجي يعني بالتدريج مش كل المعلومات بشكل كبير ومفاجئ شو بتنصح الأم؟ هل بتنصح الأم تتواصل مع الأنت في البيت والأب مع الذكر؟ شو بتنصحنا في هذا؟ شوفي فيه سؤال وهذا المفتاح الرئيسي من الأطفال بعطونا إياه بعمر 6-7 سنوات بيبدأ يفكر بالاختلاف الجنسي وبالمخرجات الجسدية فلازم يسأل الطفل أو الطفلة وغالبا 99% منهم بسألهم ماما وغالبا على الأكل بسألوا عن اللي بيصير موحب بجسمهم بسألوا عن موضوع الإخراج بسألوا عن موضوعات زي هيك هون إحنا كثير الله يقرفك ولا قرفتنا ولا كمناكل فبفهم الطفل أنه هذا إشي لازم أدور عليه لحال فبروح أصحابي هون بروح للتحرش في أطفال صغار بروح بسألوا أولاد عمهم مكبار هذا اللي بيصير بأغلبية واجتماعنا عشان كون صرفين للأسف مش من الأهل بتكون المعلوم الأهل بسكروا الباب فالطفل بدي روح يسأل ابن عمه اللي معاه بن عمارة الممتدة فابن عمه عمره 13 14 15 فيه عندهم إشي منسمي إحنا جنس عشوائي للأسف فممكن أنه يتحرش فيه وممكن أن يعتد عليها جنسية لأنه الباب تسكر من الأم والأب هون إحنا بدنا نستثمر السؤال هذا ونشرح لهم الفكرة وأنا بفضل جدا مجسمات دانا مجسمات أو على صور محترمة صور علمية على الشاشة ممكن صور من الانترنت الانترنت بسهولة إنه شايف هيك هون بشرح له بالمعلومات البسيطة الفروقات مش عيب أبدا الثقافة الجنسية والتعلم الجنسي يكون من عمر ست سبع سنوات لأنه عقل طفلي بيبدأ يفكر فيه ويشوف على الصور العلمية جو الانترنت الفرق بين العضو الذكري والعضو الأنثوي هذا لا خلاف عليه هلأ البعض بيخافوا يقولي طب ما هو راح يروح يشوف الجواب ما هو إذا ما عرف نسبة أنه يروح يدور ويشوف الحاله أعلى منها ما نترك الفضول مفتوح باب الفضول مفتوح مفتوح راح يروح يدور على المعلومة من غيره ويمكن يقع بالتحرش في عداء الجنسي نعم طب فيما يتعلق مثلا بالعائلة الممتدة احنا منشوف الأجداد بالعديد من البيوت بسبب انشغال الأهل بيكونوا بمقام الأهل قديش برضه موضوع المفروض يكون فيه مسافة فيما يتعلق بالتواصل بالأعضاء الخاصة عند الأبناء من أي عمر شوفي موضوع العائلة الممتدة موضوع خطير وأنا لا أفضل حياة مع عائلات الممتدة وأنا لا أنصح أنه والله ألملم أولادي بمثابة الأم خطيرة لكن لا مرات الجد ما بيكون بمثابة الأب أنا إحدى الحالات وأنا مستأذنهم بس بدون ذكر أسماء أم شاهدت عندها طفلة وبنت عمها يعني بنت قنتها بعائلة الممتدة بتروح على شغل يوم السبت وكلهم بيطلع يوم السبت فالأولاد بيظلوا عند الجد والجدة بتيجي فجأة على البيت بتلاقي الجد عم بطلب فعليا عم بيمارس جنس فموي مع حفيداته عندنا في الأردن هل هذا يعمم؟ لا طبعا لا أبدا لكن وارد طبعا وارد أنا أغلب الحالات اللي شفت فيها تحرر جنسي أو اعتداء جنسي هو من الأقارب بعائلات ممتدة فالموضوع خطير جدا موضوع أنه تدخل الجدة والجد والعم الكبير والخال العزبة اللي موجودة بعلاقة الجواب هذا مرفوض تماما إيش المعادلة المتوازنة خلينا نحكي أنه إحنا ما نروح للانغلاق الشديد أنه نخوف أبنائنا من هذا الموضوع لأنه هي طبيعة بشرية وبين أنه يكون الموضوع مفتوح مباح ونخلي زي ما إحنا حكينا في البداية تقبل فكرة ستة حرش بدون ما إحنا نعرف شوف إحنا بدنا دانا موضوع زي ما حكي البداية أنه يكون في عندي توعية جنسية بالأعضاء وأجاب على أسئلته واحد تنين بدي يكون في خصوصية لجسده لازم تتربى وتنشأ معاه إحنا ما بنغلقه بالعكس هو بدي يعتز بجسده بكل جسده وبدون ما يخاف إحنا ما بدنا نقدمنا الموضوع لأنه خوف أنا شوي بدي أخوف في الباب الأمهات لأنه مشاكل طويلة إحنا اتباكنا ينعكس على أبنائنا لأنه نحن بكون متبكين بالمعلومات صحيح بس بدنا بالمقابل يفهم أنه جسدي خاص إلي مش مباح للجميع من خلال الأسليب اللي حكيناها أنه نهتم بموضوع أضافته الشخصية من شخص واحد نهتم بموضوع الحمام نجاوب على أسئلته بشكل واضح ومقنع ومشاهد من خلال الإنترنت ومش أي شخص يدخل معه للحمام ما يكون مستباح نسمه وهذه الفكرة الرئيسية لمدة نعم ومن عمر أربع سنوات في المدارس أيضا نخلي الطفل له يعتمد على داته بتنظيف نفسه لازم نعم يمكن هاي أساسيات عن جد ما بنحكي عنها كل يوم ولكن مهم جد نرجع نذكر فيها نصيحة أخيرة نصيحة أخيرة موضوع التربية الجنسية احنا كثير منغلقين عليه ومنخاف منه لكن هذا أحد أهم أسباب أنه أولادنا يضيعوا بموضوع الجنس يعني مش غلط أبدا أنه نناقش أولادنا من عمر ست سنوات أو قبل ذلك أو عمر عشر وعشر سنة يعني ما نخاف لما ابني يقول لي بابا أنا بحب بنت الجيران أسقط أضرب شد شعر وينك الله أكفرنا لا 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 بدي أناقشه وأوصله الفكرة بدي ابني يحكي لي عن أو بنتي عن موضوع الممارسات مثلا جنسية زي العلد السرية والغيرها ما بدنا إياها صح بس ما بدنا نعاقبهم ونضربهم ونخوفهم ونهددهم لأنها بتروح فيهم إلى حيث لا نريد صحيح إذا إحنا خوفناهم وضغطناهم ابني بالنهاية راح يعرف من الانترنت ومن أصحابه وبنتي وبالتالي الضيعة الطاسح صح دائما أنا بآمن أنه الفشل المرات اللي بنخلقه عند أبنائنا في بعض الجوانب هو فشل من الكبار في المقام الأول فإحنا بدنا نعرف كيف يكون في عنا الثقافة الجنسية والثقافة بالتحكم بردات الفعل وتوصيل المعلومة شكرا لحضورك معنا ربطوريا زين عبد أعطيك ألف عافية ترجمة نانسي قنقر